السلام عليكم اليوم سنقوم بشرح أفضل البنك على الإطلاق بالنسبة لتحويل الأموال من جميع البنوك إلى البنوك الأخرى سواء كانت بنوك إلكترونية أو بنوك دولية أو محلية أو حتى محافظ خاصة بمعنى آخر يمكنك تحويل أموال من بايبال إلى بايير أو بايونير أو فيزا كارد أو ماستر كارد بيتكوين دوكوين أو أي عملة كيفما كانت بكل أمان وثقة والجميل في هذا هو أن هذا البنك يقدم لك كذلك طريقة سهلة في الاستخدام وسرعة التحويل التي تتم فيه دقائق وأفضل خاصية خصوصاً بالأشخاص الذين يشتغلون في دروب شبين فيمكنك الاستفادة من هذا الخاصية في هذا البنك يمنحك فيزا كارد وهمية يمكنك الاشتغال بها أونلاين دون أي مشكل إذن على بركة الله إذن أول حاجة ندره هو التسجيل في هذا البنك هذا وباش نتسجله غنخليكم رابط في وصف هذا الفيديو من اللي ستدخلوا الرابط ستطلع لكم واجهات التسجيل بالشكل التالي من بعد سنضيفه جواء وسنختار هنا الكونتري يعني الدولة اللي كنعيش فيها مثلاً نحنا موروكو وهنا سنختار الانديفيجيال لأننا لا نحن لدينا الشركة يعني لا نختار بيزنس ثم نزل هنا ندره الإيميل ديالنا وهذا الإيميل خاص يكون بمعلومات حقيقية ثم هنا ندره المود باس ديالنا باش نقدره نفتح الحساب ديالنا بدون أي مشكل ثم هنا نكمله ملء هذه البيانات الاسم الكامل وما تنسوش خطي ما يمكنش يكون هنا شي غلط لأنه من بعدها تكون واحد لفريفكاسيون ثم هنا أمنوت روبوت وهنا ندره كريايت أكانت ثم من بعد هنا غدي يقول لنا باش نفيريفيو الحساب ديالنا ننشول هنا يا هنا غدي نفتح لنا الإيميل ديالنا غندخلو المساج ديالنا من تعال كونفرماسيون من بعد غطل علينا خانة ملء البيانات مباشرة غدي نتمو عمليات ملء البيانات الصحيحة وهنا غندخلو رقم الهاتف ديالنا تأكدو أخوتي بأن هذا الرقم الهاتف فيكم صحيح لأن الفريفكاسيون التالية هي هذه غسفتونا واحد الكود في هذا الرقم الهاتف ديالنا غندخله وهنا كملنا الفريفكاسيون الأولى ديالة الحساب ديالنا يمكننا نرسل الأموال ديالنا في أي بانك كان وبأي عملة كانت لهاد البانك ديالنا الجديد دابا الحساب ديالنا تفعل نمرو الخطوة الأهم دابا هو كيفاش غدي نحوله مثلا واحد الفلوس عندنا احنا في بايبال اللي هي 100 دولار وبنحولها البايير فأول خطوة غدي نقوم بها هي غدي نجول هاد آد فهاد آد هي أننا غدي نجيبو هادوك الفلوس اللي عندنا في بايبال ونحطوهم في البانك ومن بعد ملي كيدوزو عندي البانك ايرتيم كنحاولو عود تاني نرسلوهم عن طريق هاد الودراو من هاد البانك اللي احطنا في الفلوس لبانك بايير اللي بغينا نخدمو به يعني الطريقة سهلة يعني الدور اللي كيقوم به هاد البانك هو دور واسيط بين العملة اللي بيتحول منها انت الفلوس للعملة الأخرة اللي بيتحول لها الفلوس دبا الخطوة الأولى اللي غنور لكم براتيك مو فأول حاجة غدي نبغيو نحطو مثلا الفلوس اللي عندنا في شي حساب إما بايبال سكوريل بايونير أو عملة إلكترونية كالبيتكوين أو غيرها من العملات فهنا كيقترح علينا الموقع بعض العملات في حالة موجدتيش مثلا انت العملة أو الحساب اللي عندك فيه الفلوس فيمكنك تجيل هنا يا وهنا تب نسبة البانك اللي كان عندك محلي أو بانك بايونير يعني دولي وبغيتي تحط منه فيمكنك تختاره من هنا فأنا مثلا غنختار هنا بايبال إذا هذا هو البايبال هنا غيقول لي شحال دي الفلوس بغيت تحط في هذا البنك هذا فغنختار مثلا خمسين دولار هنا غيقول لي فهذه هي أهم خطوة أخرى يمكن لك تفيريفيها عن طريق الباسبور أو عن طريق رخصة السياقة أو ليدونتيتي يعني لكارت ناسيونال كنفضل لكارت ناسيونال هنا حاول تاخذ البطاقة الوطنية ديلك ودي لها صورة بالهاتف من الأمام ومن الخلف وحاول تكون الصورة شوية واضحة ثم غطر في عملة هم هنا يا من بعد ما غدي ترفعهم غادي تدوز الخطوة التانية هاد الخطوة هي أنك غتصور لهم لوجه ديلك مباشرة باش تتأكدوا فعلا بأن صاحب البطاقة هو نيت الشخص اللي كيتعامل معهم ومن بعد غادي تكون وقدرتي أنك تصفت الفلوس ديلك بكل سهولة غادي تصفت هاد المونطون هنا هاد البنك ديالنا غادي يصفت واحد الرسالة البايبال أو عبارة عن فاتورة فيها هاد المبلغ اللي انت بغيت تسحب من البايبال في حالة وفقه بايبال وهنا ما كيتعطلوش بزاف انا في تجربة ديالي تقريبا ساعة ماكسيموم صفتو لي الفلوس ديالي يعني اكسبتو هاد المونطون او الفاتورة اللي صفت لهم لاير تيم اذا الان الحساب ديالي في لاير تيم في 44 دولار غادي نحاول دبا ندخل هنا الودراو وهنا غادي نختار بايير من بعد هنا يا غادي نختار شحال بغيت نصفت غادي ندر هنا كل المبلغ هنا غادي ندر select هنا غادي نختار جمايل اللي فتح به الحساب في بايير لان هاد المعلومات اللي كان عمر دبا خاصة بالبايير ثم غادي نحط الاكاونت النبر اللي هو رقم الحساب ديالي في بايير هنا غادي نعطوني المعلومات الخاصة بهاتي الترانزاكسون يعني بهات المعاملة رقم الحساب وكذلك جمايل الخاص بالحساب لكي تأكد فعلا بأنه معلومات صحيحة ومن بعد نصفته Submit وهنا نرسله هذه الفاتورة كذلك Payer هنا يقول البنك باللي في غضون ثلاثة أيام إلى ما وافقش Payer على هذه المعاملة فهي تلغى أوتوماتيك مو هنا في النوتيفيكاسيون يطلع لك الشخص اللي فعلا اكسبت هاد العرض ديالك ديال تحويل الأموال من Payer أنها تطلب منك واحد الفيدباك دين لي واحد تقييم لي وإيجابي خمسة ديال النجوم على الخدمة اللي قدم لك ثم من بعد غندخلوا Payer ديالنا غلقوا بلي الحساب فعلا دازت لي 44 دولار إذا هذا هو الشرح بكل بساطة أخوتي إذا أخوتي كان هذا درس بسيط جدا إلا أعجبكم الفيديو ما تنسوش دير وجام فارتجوا مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإذا كانت أخي أختي هدية أول زيارة لك القناة لا تنسوش الاشتراك وتشعيل الجرس لكي يوصلكم الجديد أول بأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر